فحلة صغيرة هنحط كبايتين سكر وعليهم كباية وربع مية ونحطهم على النار لغاية ما السكر يدوب وبعدين نعصر اللمونة ونسيبه يغلي 8 دقيقة على نار هادي ايه ده تعملي شربات ايه ليه هتعمل لنا كنافة فكرتني برمضان اللهم بلغنا اياه اللهم امين لا انا بعمل عجينة سريعة وخفيفة كده هتعرفها دلوقتي فباول كبير هحط كباية مية دافية ومعلقة خميرة كبيرة ومعلقتين سكر هقلبهم كويس ونغطيها 10 دقيقة لغاية ما الخميرة تتفاعل اهي خمرة اهي وبقللت حلو نبتدي بقى نزود الدقيقة نبدأ بكباية ونص دقيقة وعليهم معلقة كبيرة من النشا ورشة نالح ونبتدي نعجن بقى هنا حيبان معنا اذا محتاجين دقيقة زيادة ولا لا عشان نوصل بالعجينة لقوام متماسك بيكون اخف شوية من عجينة المغبوزات انا هنا شفت اني لازم ازود شوية مية فزودت مع علقتين كبار مية فالعجينة وصلت للقوام اللي باين دا ايوة مدام بتليدتي كده يبقى بتعمل لنا زلابية بقى صح ولازم العجينة دي نلتها كويس قوي ومش اقل من 10 دقايق لان كل ما كانت نعمة دا بيخلي الزلابية يبقى شكلها كور متنسقة بطريقة اسهل بعد ما نلتها كويس بقى نغطيها ونسيبها تيخ مرتين لمدة 45 دقيقة في مكان دادي شطر شطر ياكيد فرقعتها شطور هم الليه دايما بيقولوا ان الزلابية صعبة وما بتتعملش في البيت عشان دي فعلا من الوصفات اللي فيها تريكات كتير عادة الناس مش بتاخد بالها منها طب قولي عليهم بقى عشان كل الناس تستفيد اولها قوام العجينة وطريقة عجنها اللي احنا قلنا عليه ويه كمان تاني حاجة طريقة القلي مبدئيا لازم الزيت يكون غزير جدا ونسخنه كويس ونبتدي ننزل الزلابية في الزيت فيه ناس بتعملها في ازازة بلاستيك تقريبا صح وفيه كمان جهاز بيتبيع مخصوص وفيه بقى الطريقة التقليدية اللي احنا نمسك معلقة الشي ودي طريقة اللي انا بستخدمها اهم حاجة يكون جمينا كوبية مياة باللي فيها المعلقة عشان العجينة ما تمسكش في المعلقة ونعرف نزح لقها بسهولة في الزيت يا سلام على التريكات طيب وهنا فيه حاجة مهمة جدا اللقمة القاضي عشان تطلع مقرمشة وحلوة وطرية من جوة بنقليها على مرتين بنشيلها من الزيت اول مرة وهي لسه نصف مقلية وبعدين اول لما تبرد شوية نرجع نقليها تاني الالية الاخيرة بقى لما نخلي لونها دهبي طبعا الشربات اللي بنحط فيه لقمة القاضي لازم يكون بارد جدا عشان كده احنا عملناه قبل ما نبتدي نشتغل في العجينة حلو اذا انا شفتك في اول الالية طلعتيها على شبكة علشان تتصفى من الزيت كويس وتاني مرة خدناها من الضر للنار على طول يعني وهي طلع من الزيت سخنة نزلناها في الشربات البارد علشان نضمن قرمشتها مضبوط وعشان هي لو بردت قبل ما نغطسها في الشربات قلب الزلابية من جوا مش هيشرب الشربات السلام مع رشة السكر كمان حاجة امبيزو يعني شغل بصراحة ولا كورنيش ولا اي حاجة اه احنا مش فاضين احنا للكلام ده انا عايزك بقى تدوق كده وتحكم عليها وتقول ايه رأيك لا ده انا هسمعك صوت القرمشة كمان تجنن غير بقى ان هي مقرمشة من بره هشة من جوا كده بقى وبتدوق في البقى لونها وشكلها اصلا يفتح النفس يلا مستنيين ايه اعملوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكوا جدا بس لو عجبتكوا اعملوا لايك وانشوروا الفيديو وش هيصونا بقى اشتركوا في القناة